دعني أولا أن أوضح بعض الأمور. الأستاذ دكتور عمر عبد الستار تطرق لها. وأنا مستمع. لكنني أتحفظ على بعض الأفكار حقيقة. أولا للتوضيح. معسكر أشرف الموجود في ديالة. هو أصبح معسكر لقوات الحرس الثوري الإيراني الذي تعدادها من 12 ألف إلى 15 ألف مقاتل. هذا التواجد العسكري الحقيقي. معسكر أشرف في ديالة. فلهذا هم لحوا أن مجاهدي خلقا يخرجوا من هذا المعسكر. تم توسعته وصرف أموال طائلة عليه. لكي يكون معسكرا ثابتا. هذه النقطة. النقطة الثانية. أنا لا أرى كما يرى الأستاذ العزيز عمر عبد الستار. بأن إيران لها دور تناكثي وتصادمي مع أمريكا. على الإطلاق. أقسم برب الكعبة. وأنا مسؤول عن ذلك. ليس هناك دور لإيران خارج حضن أمريكا. إيران تنفذ الأجندة الأمريكية الصهيونية بعذافيرها. أما قضية النووي. فهذه لعبة مفبركة. ليس إلا خلقها هنري كاسنجر من أجل أن يعطي عذرا لإسرائيل أن تبقي على مشروعها النووي. جميل. دعنا ننتخل إلى السؤال. لو سمح لشان الوقت. بقي دقيقة تيم الوقت. نرجع السؤال حسا حاليا. أولا إيران تم استنفاذ دور إيران. الذي طلب من إيران أن تقوم به منذ الثورة. لحد الآن. يعني ثورة الخميني لحد الآن. تم تطبيقه. وبالأخص من 2003 ولحد الآن. وبالتالي جاء الدور لتهديئة الأمور بالعراق. وفي المنطقة وفي سوريا. وبالتالي أريج مسجدي جاء لأن هناك غضب أوبامي. بأنه سوف يغير الأمور في العراق وفي سوريا. لمصلحة تهديئة الأمور. لأن الدور تم استنفاذه بعد كافي. لا يريدون أن يصعدوا بالأمور. لأن هناك تدخل روسي كبير جدا في المنطقة. وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورها هي وبريطانيا والمجموعة الأوروبية. لكي يحدوا من نشاطات وتوسعات روسيا وكذلك إيران. الصين. بالنسبة للوضع الاقتصادي بالعراق. اعترف وزير الصناعة الإيراني قبل يوما أو البارعة. قال نحن صدرنا هذه السنة ما مجموعة ستة مليار دولار إلى العراق. هناك قصدية بأن يتم تدبير الاقتصاد العراقي بالكامل. فليس هناك بضائع إما من سوريا سابقا أو حاليا قليل أو من إيران. العراق يستورد من إيران الكهرباء. ويستورد الماء. ويهدده بقعضة ويقطع الكهرباء أيضا. يهدد العراق يوم وليلة. نعم نعم. وقد قطعها عن البصرة. والمخدرات والأدوية الفاسدة والبضاعة الفاسدة وغير ذلك. العراق أصبح مكب لنفايات النظام الصفوي في العراق. لكن هذا لن يستمر. المشكلة تتصور في إيران والنظام الصفوي في طهرم. أنهم أذكياء لا على الإطلاق. إنها تستثمر بمشروع فاشل. وهذا مقتلها. وسوف لن تقوم قائمة إلى عملاء إيران والصفوين في العراق. بعد أن يتم تحريره وتسليمه إلى أهله الحقيقين الوطنيين العراقين. ترجمة نانسي قنقر